أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك دعم الحكومة الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها وإسنادها من أجل القيام بكامل دورها القانوني والدستوري لسيما في ملفات مكافحة الفساد الإداري والمالي والحفاظ على المال العام وتعزيز سيادة القانون وجدد رئيس الوزراء لدى زيارته إلى مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة البؤقتة عدن ولقائه رئيس المجلس القضائي محسن طالب وأعضاء المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي علي الأعوش ووزير العدل القاضي بدل العارضة والنائب العام القاضي قاهر مصطفى جدد حرص الدولة والحكومة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت والسعي الدائم لتطويره وتعزيز قدراته لافتا إلى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى من أجل إيجاد حلول لصون هيبة القضاء والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامة المتقاضين وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية تكامل الأدوار فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون منوها بما يبذله مجلس القضاء الأعلى من جهود لتفعيل أداء المحاكم والنيابات وتنفيذ الحركة القضائية وتفعيل أعمال التفتيش القضائي بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم مؤكدا التزام الحكومة بتوفير احتياجات السلطة القضائية في إطار الإمكانيات المتاحة وأهمية تماسك كافة السلطات لتجاوز المرحلة الاستثنائية الراهنة وطلع رئيس الوزراء من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى على أهم احتياجات السلطة القضائية خصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية إضافة إلى التحديات الماثلة أمامها وآليات التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية في كافة الإختصاصات المشتركة وأكد اللقاء على أهمية توفير احتياجات السلطة القضائية لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين وتحدث رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام الذين استعرضوا جهود تفعيل القضاء في مختلف المحافظات المحررة إضافة إلى الحركة القضائية وجهود مكافحة الفساد وتفعيل جهاز التفتيش القضائي مشيرين إلى أعادة تفعيل المعهد العالي للقضاء واستقبال دفع جديدة للاستجابة للاحتياجات في هذا الجانب كما تطرقوا إلى الموازنة القضائية للعام 2023